تمكنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية من ضبط عدد من الأشخاص المخالفين لممارسة أنشطة النقل العام دون ترخيص صادر من وزارة المواصلات والاتصالات وذلك من خلال قيامهم بنقل ركاب مقابل أجر بوساطة مركبات غير مرخص لها بذلك ونوهت الإدارة أن المادة السادسة والأربعين من قانون المرور تعاقب كل من مارس أحد أنشطة النقل العام بدون ترخيص بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى ألف دينار أو بإحدهتين العقوبتين وأكدت الإدارة العامة للمرور على الاستمرار في ضبط مخالفات قوانين وأنظمة قطاع النقل العام وأصحاب مركبات النقل العام المرخص لها بالإضافة إلى الاستمرار في حملات إنفاذ القانون في جميع محافظات المملكة وما يتم رصده في أماكن تجمع مرتكبي هذه المخالفة وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات المعنية بإصدار ترخيص وسائل النقل العام ترجمة نانسي قنقر